اشتركوا في القناة للاجابة على هذا السؤال في وجهتين نظر في القصة دي اول وجهة نظر او اول رأي هو رأي منظمة الصحة العالمية ودي مش بتنصح باستخدام الدواء بعد انتهاء فترة صلاحيته لان الدواء بيفكد جزء كبير جدا من فاعليته والشركة المنتجة للدواء مش بتضمن استمرار الفاعلية بعد انتهاء فترة الصلاحية الرأي الثاني وده كان الرأي بعد العلماء والباحثين وده شايف ان اسباب الرأي الاول قانونية وتجارية وليس لها اساس علمي وبتتسبب في اعدام ادوية بمليارات الدولارات سنويا رغم انها صالحة والرأي اذا شايف ان ظروف التخزين والتداول هي اللي بتحدد على اساس فترة الصلاحية اقصى بكتير من الموجودة فعلا في الصيدليات والمعارض ويداع مجهة النظر دي دراسات اجرتها منظمة الغزاء والدواء الامريكية على الادوية اللي كان بيستخدمها الجيش الامريكي واثبتت ان هناك 90% من تلك الادوية بقيت فعالة وامنة لصنوات بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها واثبتت بعض الابحاث والدراسات ان اغلب الادوية بتفضل فعالة وامنة حتى بعد انتهاء فترة صلاحيتها المكتوبة على العلبة بستة شهور على الاقل يعني خلاصة الموضوع ده ان فترة صلاحية الدواء هي فترة زروة الفاعلية والجودة مش فترة السلامة يعني حضرتك لو استخدمت الدواء بعد انتهاء مدة الصلاحية ممكن تكون فعاليته اقل مش بيكون سام وده الاغلب الادوية مش الادوية كلها لو عندك دواء انتهت مدة صلاحيته ومتخزن في ظروف تخزين مناسبة من حرارة ورطوبة وتهوية وضع ممكن تستخدمها حتى بعد مرور تلس شهور على الاقل من انتهاء الصلاحية بس خليها في الحالات الوقائية والحالات المرضية البسيطة وبلاش تستخدمها في الحالات المرضية الشديدة تحسبا لفقدان الدواء لجزء من فعاليته لو حضرتك لاحظت غيرات في لون او ريحة الدواء او ظهرت رواسب او عوالق في الدواء السائل او تكتلات في الدواء البدرة يبقى الدواء غير صالح وبلاش تستخدمه حتى لو في فترة الصلاحية لو علب الدواء مفتوحة بلاش تستخدمها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المكتوبة على العلبة ممنوع استخدام الأدوية دي بعد انتهاء مدة الصراحية المكتوبة على العلبة أول دواء منيهم التتراسيكلين زي الدوكسي والأكسي تتراسيكلين والكلورو تتراسيكلين الحية الثانية المضادات الحيوية السائلة وخصوصا الأموكسي سلين والسيبروفلوكساسين الحية الثالثة الأدوية المعدة للحقم ده كان موضوعنا النهاردة عن إمكانية استخدام الدواء بعد انتهاء فترة الصراحية المكتوبة على العلبة في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة فعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته